وإلى إقليم واجتماع منصقية الإقليمية الوطنية لمكافحة مرض الملاريا قدمت من خلاله تقرير عمل المنصقية خلال العام المنصر تفاصيل لدى محمد عثمان بشير بهدف القضاء على أمراض الملاريا المعروف لاتينيا بباليديسم أقد حاكم إقليم شريعة العسد عزيز محمد صالح هذا الاتماع مع المنصقية الوطنية الإقليمية لمكافحة الملاريا بإقليم شريعة العوسد وخلال هذا الاتماع قدمت المنصقية تقريرا شاملا عن نشاطاتها في مكافحة الملاريا خلال العام المصرم 2016 وكذا خطة العمل خاص بها في هذا العام 2017 حاكم الإقليم عزيز محمد صالح طلب من الجميع خلال هذا الاتماع العمل بجدية ومسؤولية تامة للقضاء على ذلك المرض الذي بات يسبب سنويا في قتل العديد من أبناء الوطن في كافة الأراضي الوطنية يضاف بأن هذا الاتماع يتزمن مع اتماء الصحة الذي أقده رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية